حياتنا الرقمية منذ الميلاد ولد فهد وولدت معه حياته الرقمية عندما ذهب والده لاستخراج شهادة ميلاده من وزارة الصحة العامة وانطلقت أولى بياناتها الرقمية عبر الشبكة الحكومية أحد الخدمات الحكومية المشتركة لتصل إلى نظام المعلومات في وزارة الداخلية حيث تم استحداث رقمه شخصي QID وأصدرت بطاقته الشخصية ولترجع مرة أخرى عبر الشبكة الحكومية وتخزن في نظام وزارة الصحة العامة حان موعد التطعيمات لفهد فقامت والدت بالاتصال بمركز الاتصال الحكومي أحد الخدمات الحكومية المشتركة بالرقم 107 الذي يدعم خدمة الرعاية الصحية الأولية لأخذ موعد التطعيم ثم استلمت رسالة نصية قصيرة تفيد بتفاصيل الموعد عن طريق بوابة الرسائل النصية القصيرة إحدى الخدمات الحكومية المشتركة كبر فهد وأصبح في سن قبول المدارس قام والده بتسجيله في إحدى المدارس وظهرت بياناته الدراسية في وزارة التعليم والتعليم العالي تلقت أم فهد رسالة نصية عن طريق بوابة الرسائل النصية التي ظهر فيها تأكيد التسجيل وتفاصيل برنامج اليوم الأول للطلاب يحتاج فهد إلى موعد في عيادة الأسنان في مستشفى الرميلة إلا أن والده نسي جدد ضاقتها الصحية ثم اتذكر أنه لن يحتاج للذهاب للمركز الصحي للتجديد فبوابة حكومي توفر الخدمة 24 ساعة واستطاع أبو فهد التجديد في دقائق معدودة وتم دفع الرسوم عن طريق بوابة الدفع الحكومية أي بايمنت جيتوي أحد الخدمات الحكومية المشتركة وتلقى فاتورة إلكترونية على الجوال من خلال بوابة الرسائل النصية القصيرة الحكومية تمر السنين وتخرج فهد من الجامعة وحانت لحظة المشاركة في نهضة وبناء قطر تقدم فهد بطلب التعيين من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وحصل على الوظيفة الملائمة لدراستا في إحدى الجهات الحكومية وهنا ظهرت بياناته الوظيفية لأول مرة على نظام إدارة الموارد البشرية موارد والذي يعمل من خلال مركز البيانات الحكومي أحد الخدمات الحكومية المشتركة في فترة التدريب الأولى قام فريق العمل بتدريب فهد على نظام المراسلات الحكومية أحد الخدمات الحكومية المشتركة فسوف يحتاجه فهد للتواصل مع الجهات الحكومية المتعددة وتبادل الرسائل الرسمية معهم من خلال عمله الحكومي طلبت مديرة فهد منه إعداد تقرير عن مدارض الجمهور عن أحد مشاريعهم فقام باستخدام منصة التحليل الإعلامي إحدى الخدمات الحكومية المشتركة بحيث يستطيع استقراء آراء الجمهور من خلال منصات التواصل الاجتماعي المتعددة وكذلك منصات الدردشة ومواقع الصحف وبكل اللغات استمتع فهد بتجربة المنصة واستطاع إعداد التقرير المطلوب بشكل مفصل وشيئ اجتمع فهد مع زملاء الدراسة في مجلس زميلهم فيصل الذي يعمل في أحد الجهات الأمنية أخبره فيصل بأن الجهة الأمنية استفادت من مركز البيانات الحكومي الذي تشرف عليه وزارة المواصلات والاتصالات لاستضافته الأجهزة والمعدات الخاصة بتلك الجهة وأتبع زميلهم خالد الذي يعمل في الهيئة العامة للضرائب بأنهم يستخدمون خدمة البريد الإلكتروني إحدى الخدمات الحكومية المشتركة وأضاف زميلهم ناصر والذي يعمل في كتارا بأن موقعهم الإلكتروني موجود على السحابة الإلكترونية إحدى الخدمات الحكومية المشتركة استلم فهد من فريق التدريب في الوزارة الخطة التدريبية الخاصة به شملت الخطة التدريب على برمجيات مايكروسوفت وأدوبي استفسر فهد عن ما هي هذه الدورات فعلم أنها من خلال اتفاقيات الحكومية الإطارية إحدى الخدمات الحكومية المشتركة مع كبرى شركات برمجيات التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وأوراكل وأدوبي وآي بي أم استفاد فهد من هذه الدورات التي سقلت مهاراته التقنية قرر فهد أن يبدأ مشروعه الخاص لذا قام بالاتصال على رقم دعم الخدمات الحكومية 109 في مركز الاتصال الحكومي للاستفسار عن كيفية استخراج استجيل التجاري من وزارة التجارة والصناعة وحصل على تفاصيل الإجراءات المطلوبة قام فهد بالتسجيل في نظام التوثيق الوطني أحد الخدمات الحكومية المشتركة ليصبح بوابته الوحيدة للدخول على كافة المواقع الحكومية وحين بدأ الدخول في تلك المواقع من خلال توثيق استلم فهد الرقم السر المؤقت OTP على جواله من خلال خدمة المصادقة متعددة العوامل MFA أحد الخدمات الحكومية المشتركة وذلك يحقق أعلى درجات السرية والأمان عند استخدام المواقع الحكومية بدأ فهد إجراءات تأسيس شركته واستيراد ما يلزمها من أجهزة ومعدات استخدم فهد نظام نديب للتخليص الجمركي التابع للهيئة العامة للجمارك والمنفذ على السحابة الإلكترونية الحكومية إحدى الخدمات الحكومية المشتركة بينما كان فهد يستكمل الإجراءات اكتشف ضرورة مسادقة بعض الوثائق الرسمية بدر فهد باستخدام منصة تصديق إحدى الخدمات الحكومية المشتركة للحصول على النسخة المصدقة بصورة آنية وبكل سهولة ويسر تأخرت إحدى الشحنات في الإفراج الجمركي اتصل فهد على الدعم الفني لنظام نديب في مركز الاتصال الحكومي للاستفسار عن الأسباب تبين أن صلاحية السجل التجاري قد انتهت ويجب تجديدها في وزارة التجارة والصناعة تساءل فهد كيف استطاع النظام النديب في هيئة الجمارك معرفة انتهاء صلاحية السجل في وزارة التجارة والصناعة أجابه مسؤول مركز الاتصال بأن هناك ربط إلكتروني بين الجهات الحكومية عن طريق منصة تبادل البيانات الحكومية جي دي اكس إحدى الخدمات الحكومية المشتركة وأنه عند تجديد السجل في وزارة التجارة والصناعة ستظهر بياناته المجددة لحظيا في نظام النديب تم طباعة السجل التجاري من خلال تصديق اتزوج فهد وقام باستخراج عقد الزواج من المجلس الأعلى للقضاء وتم تحديث بيانات حالته الاجتماعية إلى متزوج في قاعدة بيانات وزارة الداخلية عن طريق الشبكة الحكومية ومنصة تبادل البيانات الحكومية جي دي اكس أنجبت زوجة فهد مولودهم الأول عبدالله انطلق فهد إلى وزارة الصحة العامة لتسجيل المولود الجديد لتبدأ رحلة جديدة في عالم حكومة قطر الرقمية اشتركوا في القناة